صرح مصر المسؤول في وزارة الداخلية بأنه بناء على الأمر السامي الكريم القاضي بتشكيل لجنة برئاسة وزارة الداخلية لمراجعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعمول بها حاليا وتحديثها بشكل مستمر بما يسهم في المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم فقد صدرت موافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية باعتماد الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والمقاولات والصناعات التي أعدتها اللجنة المشكلة بعضوية كل من وزارة الطاقة ووزارة الصحة ووزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية وصنفت الإجراءات والتدابير لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة المشتملة على المحلات التجارية الصغيرة والمولات والمراكز التجارية وأسواق النفع العام في ستة فصول تتضمن العميل والموظف والجهات الخارجية والبواد والمتجر والمستودع وكذلك التتبع والإبلاغ والتوعية وتنفيذ الأنظمة فيما شملت الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لقطاع المقاولات إسكان العمالة الموقع المصاعد والروافع والسلالم والمعدات الأخرى من إضافة إلى التتبع والإبلاغ والتوعية وتنفيذ الأنظمة ووزعت الإجراءات والتدابير المتخذة في قطاع الصناعة التي تستهدف الجهات والمنشآت الصناعية والتعدينية المرخص لها من قبل وزارة الصناعة والتروة المعدنية وتلك الإجراءات والتدابير تشمل صاحب الترخيص الصناعي أو ترخيص الاستثمار التعديني في خمسة فصول هي الوقاية في المنشأة والوقاية في المستودعات والخدمات اللوجستية والوقاية في إقامة الأعمال إضافة إلى التتبع والإبلاغ والتوعية وتنفيذ الأنظمة وللمزيد من التفاصيل والمعلومات يمكن التصفح عبر الرابط الإلكتروني